موسيقى موسيقى هل رضقت الحكومة الحالية للأغلبية البرلمانية؟ وهمشت نواب الأقلية؟ لماذا رفضت الأقلية البرلمانية تعديل بلاغ مكتب المجلس؟ ولماذا الإصرار على رفع الإعلام السوداء؟ هل الهدف تعطيل جلسات البرلمان؟ هل حقاً أن رئاسة المجلس تحابي الغالبية على حساب الأقلية؟ وهل تسعى الأغلبية البرلمانية لإقصاء نواب الأقلية؟ الاستجواضات المبكرة ألم تكن تأزيماً فيما مضى؟ فكيف أصبحت اليوم استحقاقني؟ ترجمة نانسي قنقر 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 يوسف طبعا قبل ما ندخل في الأحداث الحالية على الساحة ودي شوي أرجع وياك بالذاكرة إلى فترة الانتخابات الأخيرة كان لك تصريح شوي لفت نظري ذكرت أنك مستهدف كنت مستهدف من قبل تيارات سياسية لأنك تصديت لممارسات الإرهاب الفكري كان البعض يحاول إصطاط عدنال مطوع طبعا نحن من الواضح وهذا مو كلامي كلام كل المقيمين للساحة أن العدد الذي نزل في الدائرة الثانية عدد كبير والمقربين الذي كان لك أحد الظواهل فهذا واضح الاستهداف وكان الاستهداف حتى في الخطابات السياسية كنا يعني مستهدفين بالدائرة الثانية بالأخص والنتائج ثبتت ذلك ونحن نتكلم عن الأحداث التي حصلت أثناء الانتخابات فهي تعليق يأتي من أكثر من محلل سياسي وبالتالي أنت تؤكد أنك كنت مستهدف طبعا نوع خلينا نخطينا تحت كلمة تيارات سياسية طبعا تيارات سياسية لما يكون في خطاب سياسي لأحد النواب بالمنصة أن يقول هل إحنا راح نصوت حق عدنال لمطوع يعني كاستهزاء أو إنها هي كتمييز فهذا يعني واضح أن هذه الاستهداف حطينها بمخي مخهم فإحنا نقول يعني هذا ليش معنا عدن الأطور مغريبة يعني إحنا قلنا يعني الأقصاء لم يكن بالدائرة الثانية كنت أنا الوحيد اللي أمثل الكتلة اللي كانت تعمل مع بعضها مؤيدة للحكومة في ذاك الوقت وبالنهاية يعني كنت كانت الأقصاءات أو التغييرات المنشودة بالدائرة الثانية هي عدنال لمطوع فكان عدنال مطوع أن تتؤكد أنه كان مستهدف في الانتخابات طيب خلينا الآن ندخل إلى المشهد السياسي أكثر وأكثر بعد الانتخابات ذكرت بأن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع الابتعاد عن المهاترات والتناحر من أجل مصلحة الوطن الذي ينتظر من النواب الكثير من الإنجازات يجب أن يكون التعاون هو عنوان المرحلة المقبلة ولابد من نسيان الماضي لتحقيق آمال الشعب يعني سياق الأحداث الأخيرة لا إحنا ابتعدنا عن المهاترات والتناحر يبدو أنه راح يزيد في المرحلة القادمة التعاون اللي أنت كنت تناشد أن يكون هناك تعاون ما في أي بارقة أمر تقول أن الأيام الياية فيها تعاون وهو طبعا يعني مثل ما يقولون لازم الطرفين يكونون قابلين له بهذا التعاون وميجج التعاون إذا كانت الأولويات المقدمة تكون من صالح المواطن فالتصور الكل راح يكون يستهدف التعاون وإذا كان التنمية الاجتماعية والبشرية هي المقصود وهي الأولويات راح يكون هناك في تعاون وإذا كانت الخطة والميزانية المستقبلية تكون هي من أولويات العمل والرقابة على الخطة وتنفيذ العمل للحكومة راح يكون هناك في تعاون أما إذا كانت الأولويات تهم كتل معينة وأحزاب معينة والتصور هذه هي الأسباب اللي منعت التعاون وبداية المجلس الحالي نرى أن هذه الأولويات اقتصرت على مواضيع خارج كل البعد عن التنمية وعن الحاجة الماسة للمواطن وبالتالي أنت ترى أن هنا عدم وجود تعاون بسبب ممارسات الآخرين بسبب ما تم تقديمه من أولويات من الآخرين أنا راح أتكلم بعد شوي على موضوع بعض الأولويات وممارسات بعض الأقلية ولكن ودي أنا أبقى في بداية الحوار مع أبو يوسف حول موضوع الأقلية والأغلبية وتودل وعادة تموضع بعض النواب هذا تصريح لك في 2009 ذكرت أن مجاميع نيابية صغيرة غير راضية عن نتيجة الانتخابات طبعا الانتخابات السابقة تسعى لإثبات قوتها رغم قلة عددها وهو ما لا يمكن له أن يحدث في الديمقراطية التي يحكمها رأي الأغلبية وليس الصراعات أو النزاعات شو اللي تبدل اليوم عددان المطوع صار في كتلة الأقلية لا عددان المطوع يعني حتى بالأول اللي كان يعتقد أننا احنا كنا غالبية فاحنا لم نكن غالبية مطلقة كما هو الحال حاليا والتعاون كان موجود غالبية مطلقة بمعنى شنو؟ يعني إنه كنا 35 مثل الوضع الحالي كنا ما يقارب الستة وعشرين يعني لم نكن يعني 35 الفارق يعني كبير بتسع أصبات وإحنا هنا لما نكون قالبية مطلقة احنا بحاجة إلى التعاون كل الأطراف وكانت المواضيع الموضوع سبح حكومة كانت معكم وإحنا كنا يعني ما نتكلم عن موضوع الأجندات في ذاك الوقت ولكن كنا نتكلم عن منطلق الرغبة بحل مجلس الأمة واستهداف مجلس الأمة بالاستجوابات والخروج إلى الشارع ومقاطعة الجلسات ومقاطعة اللجان هذه أمور تختلف عن ما هو حاليا احنا لم نقاطع الجلسات وكنا نحاول بالبداية أن يكون لنا مشاركة حتى باللجان ولجان التحقيق فإقصائنا من لجان التحقيق واقصائنا من اللجان هذا يعني هي واحدة من الأسباب اللي ممكن أنك تضع صبعك عليها فالطراف الآخر لما نقول أنه يعني لما نقول عدل المشاركة أو أن الأقلية لها دور والغالبية لها دور فالكل دور بالمجلس ويفترض أنه يكون هناك في قبول للآخر احنا ما نقول إقصاء الأقلية هو المرفوض وعما المشاركة وعدم المشاركة والتصويت فإحنا نقبل بالتصويت في إقصاء الآن قاعد يمارس بالأقلية من قبل الأغلبية البرلمانية إحنا نقول نقبل بالتصويت ولكن إن تقصى الأقلية بالمشاركة والاستهداف بعدم القبول في ما يتم طرحها حتى في بعض المسائلات يعني في هناك مسائلات قانونية أو أن هناك في نقاط نظام هذه الأمور لما تكون تشارك فيها أو لما تقدم اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق بشيء ما أو أنك تطالب أنك تنظر في موضوع ما لما نرفض هذا الموضوع وهو موضوع يهم الأمة ويهم الشعب الكويتي ومن ثم نرى أن هذا متعمد في تعمد؟ طبعاً نحن نرى أنه كان هناك أكثر من موضوع في أقصاء تتؤكد أنه في أقصاء من قبل الأغلبية هذا بالتصويت واضح هنا نرجع إلى التصويت اللي تم التصويت فيه هم ينكرون أبو يوسف أنه وجود أقصاء نرجع أنه كان فيه هناك عدة مواضيع تم تقديمها كمقترح مناقشة موضوع تدخل في أمور الإمارات بعد شوية راح تكلم في هذا الموضوع لكن خلينا استحضر هنا مثال وأكدوا على بعض نواب كتلة الأغلبية أكثر من مرة بأن الدليل على حسن نواياننا وأن إحنا إذنا ممدودة لنواب كتلة الأقلية أن إحنا تعاوننا معهم في اللجان وعطيناهم ثلاث لجان من اللجان الرئيسية بل أعطيناهم رئاسة هذه اللجان طيب هذا كيف يعني يتعارض مع مبدأ عدم التعاون اللي أنت قاعد تقول أنه عدم تعاون وأقصاء من قبل الأغلبية طبعا أنت تتكلم عن لجنة الخارجية والمالية والميزانيات والميزانيات طبعا الميزانيات قيادة أخذها السيد عدنان عبدالصمد وهو أولى فيها ومسكها طول عمري كان يمسكها وهو الأدرة فيها ويعني ما نعتبر أن هذا عطاء إلا أنه هو مكسب لأنه اللي دخلوا في هذه اللجنة بعد استنزاف كل الأصوات ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ما يتقدم لها أحد وانتهت الأدوار إحنا عندنا عشر لجان دائمة ولما يتم اختيار أثنين لكل لجنة ننتهي بأنه يكون اللجان المتبقية الميزانيات والمالية لو كانت الأغلبية متفقة أن لجنة الميزانيات ما تروح لرئاسة سيد عدنان عبدالصمد كان ما حصل على رئاسة لو كان عندهم العدد الكافي لما نوصلنا التصويت حق لجنة الميزانيات والحساب الختامي فلهذا السبب ترى أن مجلس الميزانيات والحساب الختامي والمالية هي الأكثر عملا وتتواجد وتعمل بكثافة وبشكل يومي وحضورها بشكل يومي وتأتي بنهاية التصويت لما يكون استنزفة أغلبية اللجاني لهذا السبب ترى أن المتبقيين اللي لم يحصلون على لجان في التصويت يكون لهم دور في لجنة الميزانيات والحساب ما تعتبر هذا مد يد التعاون بالقبل الأغلبية لا أنا ما أقول أنا أقول أعطيت لجنة خارجية لمحمد الصقر وهذا شيء يخص محمد الصقر لأنه هو الوحيد اللي راح طلب مباشر وهذه اللجنة كان هو اللي طلب أن تعطى لها ومد يد التعاون وهو اللي تقدم في يد مد التعاون وقال للرئيس أنا يدي كل يمنى وكان يطلب أن يكون في لجنة الخارجية وعطيت لجنة ولا تعتبر عطيت للأقليات ومرزوق القانم كذلك يعتبر من كتلة العمل البطني السابقة وهو يعني من اجتهد لهذا السبب وهو يعمل بهذه الطريقة ويوسف نبي نأكد عن جزئية مهمة هم الأغلبية يقولون احنا عطينا الأقلية هذه اللجان لولا هذا التعاون لما وصلت الأقلية لهذه اللجان وهم يعتبرون هذه بادرة حسنية أنت ما تعتبر أن هذه الخطوة من قبل الأغلبية تدول على حسن نوايا الأغلبية تجاه الأقلية وتنفي الإقصاء التي تتكلمت عنها قبل شوي لا أنا أقول لمن استحق أخذ وأخذها باستحقاق محمد الصقر قال أنا مستحق وفرض نفسه عليهم وهذا التصور أنه يعني لا نخلط أنه نقول أن الأقلية تكون من كل الطوائف إلا أن محمد الصقر يمثل نفسه بالنهاية وحتى مرزوق القانين قالها أكثر من مرة أنه أنا مثل نفسي ولا أني أشكل كتلة طيب لماذا يعني نحجب ولا نضع بعض الأسماء ونفرضهم على كتلة الأقلية إحنا ما زلنا ما نشكل كتلة ما زلنا نشكل نواب الاستقلين نواب الأقلية إنت عدالة مطوع يعني هل تفترض أنه لو أن عدالة مطوع داخلية ودفاع هل يعني أعطيت لي أو أني أخذتها بجدارة أو أني أستحقها لأن صار تصويت طبعا بالتصويت هذا تصويت لو كان يعني لو كان خلينا نقول استفاف من قبل الأغلبية اتجاه عدم وصول عدالة المطوع إلى لجنة الداخلية ودفاع هل راح يوصل عدالة المطوع إلى لجنة الداخلية ودفاع طبعا لأنه لو أنه كانت الحكومة يعني أخذت موقف بالتصويت أكيد أنه ما أقدر أني أحصل أصوات لكن أني أنا أحتاج أنا حصلت على 17 صوت منهم أصوات الحكومة ومنهم ثلاثة قد يكونون من الحكومة لا أنا ما أتكل عليهم وعن ليهم كذلك ارتباطاتي في زملاء قديمة حتى مرزوق القادم لما تتكلم عن مرزوق القانم تتكلم عن ارتباطاتها القديمة وتواصلة مع بعض النواب وهذا يعني إحنا ما نقول أنه 35 كتلة صامدة أنت تفكر أنه 35 كتلة صامدة وتفكر بطريقة أنه ممكن أنهم يواجهون التصويت ولكن هنا يعني مو بشرط أنه تكون هذه كتلة واحدة هي مجموعة كتل فبالنهاية قد يكون هناك سحة مضالة كتلة 35 إيه فقد يكون هناك من يستطيع أن اختراقها مرزوق أنا أقول اختراقها هم بعد كذلك محمد الصغير اختراقها عدنا المطوح هم كذلك استطاع أن يختراقها بمجموعة أثنين أو ثلاث أصوات خليل اليوم استحضر اليوم تحليل نشر في جريدة الجريدة اليوم حول موضوع الأقلية والأغلبية هناك حالة من تصفية الحسابات القديمة بين النواب الأغلبية والأقلية إذ تريد المجموعة الأكبر القصاص من النواب الأقلية وتدفعهم فاتورة وقوفهم مع حكومة الشيخ ناصر المحمد ودفاعهم عنها يبوني دفعونكم الأغلبية اليوم فاتورة وقوفكم مع الشيخ ناصر المحمد وطبعا لجان التحقيق لما نكون تستهدف الإداعات والتحويلات وتستهدف التحقيق مع النواب السابقين ومجموعة أشياء فهي طبعا مركزة على موضوع الحكومة السابقة وهذا يعني قد يكون أننا نقول من حق أي مجموعة أن تحقق بأي موضوع إن شاء بس أن تكون مو تستهدف مجموعة لأننا نفتح التحقيقات بشكل أوسع لأننا الغاية مو الاستهداف الغاية أن تعرف هذه في جزئية الإداعات واللجنة التحقيق التي قاعد تتفضل فيها بأكثر من الموضوع لا لا أنا أقصد هنا تحديدا كالكلام الموجود بالجريد نعم هناك محاولة للقصاص منكم من قبل الأغلبية هل بالفعل قاعد تلمس هناك محاولة للقصاص منكم؟ هم إذا بالطريقة اللي هم يفكرون فيها أننا إحنا مجموعة الأقلية ونمثل الحكومة السابقة ويشار لنا إلى أننا إحنا حكومة الشيخ ناصر وما زلنا نواب حكومة الشيخ ناصر وقيلت بأكثر من مرة وبأكثر طريقة فهذا يعني يدل على أن التصريحات المطلقة منهم ومن عندي هم المفروض أنه ما يقومهم بتصريحات استفزازية مثل هذه فلما هم يقدمون هذه التصريحات هم يقصدون مجموعة النواب التي كانت موجودة بالمجلس السابق أحد النواب من كتلة الأغلبية يذكر بأن أشعر بحالة الحزن التي يعاني منها بعض النواب لهذا التطور السريع في نتائج الانتخابات فضلا عن صدمة إقالة الحكومة وحل مجلس القبيضة نائب آخر أيضا في كتلة الغالبية ذكر بأن هدف النواب الأقلية اليوم تدمير الأمة والبلد لأجل مصالح الفرد وسوف يرد الشعب لهم الصاعين في الانتخابات المقبلة يعني هذه التصريحات خير دليل على ما قلت هذه التصريحات استفزازية تقدم بهذا الشكل وبهذه الصورة وإذا كنا نتكلم عن نواية ومبيتة بهذا الشكل أحنا يعني أسفنا أن نسمع هذه التصريحات وإذا كان يعني الشعب يراقب مجلس الأمة وهو راضي على هذه الطريقة وعلى هذا الأداء الكل يقول أن هذا أسوأ مجلس مر على الكويت الكل معنى من؟ الغالبية الكويتية يعني تقول الغالبية الممثلة اليوم في البرنامات نحن نتكلم عن نواب الأمة اللي موجودين حاليا داخل المجلس إذا هم يتكلمون عن مجلس بهذه الإدارة وبهذه الطريقة وبهذه الصورة بالتصويت حتى في تغيير النهج القديم وعدم الثقة في المجالس السابقة من تصويتات بالرئاسة بتغييره من الألكتروني إلى الورقي وكانت يعني نهج متبع من القديم هذا التغيير أتى بالبداية وأتى مفاجئة لما نجي إحنا يعني نلقي البلاغ المقدم من المجلس السابق يعني هذه هي الأمور هذه هي نفس المواضيع اللي أنت تتكلم عنها وهي الأسباب الواضحة يعني قبل أن نتكلم عن ما هو واضح جزئية ثانية نائب سابق دكتور حسن جوهر كتب مقالة قبل أيام معدودة أيضاً انتقد فيها قبل شوي استشهدنا ببعض النواب الحاليين ولكن دكتور حسن جوهر نائب سابق انتقد في مقالة لقبل أيام الأقلية النيابية في المجلس وذكر بأن الأقلية النيابية في الواقع مجرد محاولة أخيرة لإثبات الوجود من خلال البهرجة الخطابية والاستعراض أن الأقلية تدرك تماماً أن لا حول لها ولا قوة ولا تستطيع انتهش أو تكش سياسياً يعني إحنا لما نقول الهش والنش السياسي اللي يتكلم عننا الأخ حسن جوهر يفترض أنه يكون يعني ما يتم ما يهم المواطن نفسه إذا كان هذا المجلس الإقصائي كما ذكرنا واللي يعني يحجل اللي توصفته أنه مجلس إقصائي إذا كانت يعني إذا كان دور الأقلية ليس لهم أي دور في المجلس فهل يفترض بالأغلبية أن يختطفون الأمة ويعملون بأمور أو يتقدمون مواضيع أولوياتها لا تهم المواطن وهل المواضيع التي لا تهم المواطن وتأخذ وقت المجلس إيه هي يعني تعتبر هذا إنجاز وهي حتى لو ننتكلم إذا كانت هناك إنجازات أو إذا كانت هناك مواضيع فعلا يعني تستحق أن يكون فيها عمل مشترك راح نكون إحنا نعارض هذا العمل المشترك وهل تعتقد أن الثلاث اللجان اللي أنت تفضل فيها لجنة الداخلية والدفاع ولجنة المالية ولجنة الميزانيات والحساب هم الأقل أهمية في المجلس الحالي أو أن تعتقد أن هناك محاولة للبهرجة الخطابية أو الاجتعاض من قبل الأقلية لا لأن إذا كانت عندنا هذه اللجان اللي تفضل فيها لجنة الميزانيات والحساب الختامي وعندنا اللجنة المالية فعطاءنا في هذه الميزانيات فقط راح تكون هي العجلة التي تقود الرقابة والتشريع لأن أغلبية الرقابة والتشريع والمواضيع التي تهم الأمة موجودين في هذه اللجتتين وكذلك حتى مشاركتي بلجنة الداخلية والدفاع راح تكون في أوجه الرقابة ورح تكون في المواضيع التي تخصني وتهمني والتي صرحت فيها أنا أثناء الانتخابات طيب كان لك تصريح ملفت خلال الأيام السابقة يعني أثار ردود فعل كثيرة نتأكد نعم نحن أقلية ولكن اللي يمسنا ندوس على راسه واللي فيه خير جيني والواحد فينا عن عشر هذا التصريح أنت قبل شوية تقول تصريحاتهم استفزازية ما تعتبر بيوسف هذا التصريح أيضا استفزازي لما تقول ندوس على راسهم والواحد منه عن عشر ولا هي كانت لحظة فعالية أخوي يعني عمار يعني أنا لا ألقي الكلام بدون فعل أنا أرد على الفعل يعني هذا ردة فعل على ما يتم داخل القاعة لما يكون هذا الموضوع النقاش اللي يدور داخل المجلس استفزازي ولما تكون أنت مستهدف بالذات وتذكر بالاسم فأنت تصوره ولما تكون تطلب نقطة نظام للرد ويمنعك الرئيس فأنت مضطر أنك تكون ترد حتى بخارج المكروفون أنا قلت هذا الكلام خارج المضبطة ولم أقوله بالمضبطة الرئيس لم يسمحني بأن أرد على من طرى اسمي وذكر اسمي في موقف أنا لا أقبله لأن المجلس المهاترات لا تأتي من عندنا في البداية إلا أن ردة الفعل سوف تكون بهذا الحجم إذا كان المجلس مقتطف وإذا كانت المهاترات اللي تدور داخل المجلس وإذا كنا إحنا مستهدفين بهذه الطريقة وإذا كنا إحنا في مسرح يقبل الرئيس أن يكون هناك فيه استهجان واستحسان إحنا طبعا كذلك لنا سمعتنا ولنا وجهات نظرنا إحنا في مسرح إحنا لسنا في مسرح ولهذا السبب إحنا نرى أن من الواجب إدارة الجلسة بطريقة سليمة وإذا كانت تنطبق اللائحة على بعض التجاوزات فهي تنطبق على الأغلبية أقبل الأقلية ومن يتعدى على اللائحة يفترض بالرئيس أن يقوم بإدارة الجلسة بطريقة سليمة ويكون تطبيق اللائحة على الجميع وليس يكون مستهدف فيها أقلية لهذا الكلام وأنا أوجهه للرئيس أنا كلامي هذا أوجهه للرئيس ولم أوجهه إلى أي شخص معين ومن ثم أنا أحمل الرئيس مسؤولية أي كلام يقع بالقاعة ومسؤوليته هو أن يرد أو يوقف أي تجاوزات داخل القاعة ومتى كان هناك تجاوزات هذا ما شعرنا فيه لهذا السبب عدم إعطائي حقي بالرد كنت مضطر أني أقول هذا الكلام لأن حقي بالكلام بأي طارق المادة تقول 83 إذا ذكر اسمك أو تم التعدي عليك فمن الواجب ومن حقك أن تأخذ دورك بالرد الحكومة هل تسعى أيضا إلى تهميش الأقلية البرلمانية أبو يوسف رح أسمع منك الجواب على المنصة بعد الفاصل خلكم معنا لو طبقنا القانون يمكن أن نكون سويسرا الشرق الأوسط جملة يرددها على دوام النائب عدنان الامطوع ويضيف لها أن الكويت كانت وما تزال وستبقى تحمل جميع المشارب والأطياف تحت مضلة الوطن حكاما ومحكومي نبرة التفاؤل هذه يخلطها شيء من الحزن يعبر عنه المطوع قائلا بيتنا نرى مزيدا من التعصب والفتن وشق الصفوف وأصبح الكل يجر النار لقرصه النائب عدنان الامطوع يعتبر أن ما لدى الكويت من ديمقراطية هو ما تسعى شعوب الربيع العربي إليه مؤكدا أن حرية الرأي هي أبرز مميزات الديمقراطية الكويتية حرية الرأي هذه يرى الكثيرون أن استخدامها بشكل مبالغ فيه أسهم بتغيير الحالة السياسية في البلاد وهو من عكس على المشهد السياسي برمته فتغير رئيس الحكومة وتحولت الغالبية النيابية إلى أقلية في المجلس الحالي التغيير الكبير كما يصفه المطوع إن عكس في ميزان القوى داخل قاعة عبدالله السائف تارة على جلسات المجلس انطلاقا من الجلسة الافتتاحية ومن كلمة رئيس السن مرورا بالتسويت على الرئاسة وصولا إلى جلسة الأعلام السوداء النائب عدنان الامطوع وجه العديد من الانتقادات لرأسة المجلس وللحكومة على حد سواء فهو يرى أن إدارة جلسات مجلس الأمة الأخيرة غير منصفة ويتهم الحكومة بمحابات الغالبية النيابية الاستجوابات التي كان عدنان الامطوع يعتبرها في المجالس السابقة تأزيما أصبحت في المجلس الحالي استحقاقا حتى سارع لتأييد استجواب النائب صالح عشور لرئيس الحكومة فما الذي تغير فعلا في المشهد السياسي اليوم أم أنها القناعات التي تحكمها الأسباب وتغيرها الظروف بعيدا عن الاصطفافات والشخصانية حاكم الله مشاهدين الكرام يوسف خلينا ننتقل إلى زاوية أخرى من حوارنا معاك أيضا يتعلق بموضوع كتلة الأقلية في البرلمان قبل حوالي اسبوعين كان لك تصريح ذكرت فيه بأن الحكومة تتعمد تهميش بعض النواب الأمر الذي يدفعنا للاستجواب مباشرة فنحن لدينا معلومات واستفسارات حول بعض الأمور لكن الأغلبية النيابية تهمش دورنا في لجان التحقيق وتحجب مشاركتنا وفي ظل ذلك لم يعد أمامنا غير الاستجواب تعتقد أن الحكومة انصاعت للأغلبية؟ طبعا أنا أكد نقول أننا في مراحل التأكيد والتثبيت لما نقول أن الحكومة انصاعت الحكومة عليها دور أن تحقق العدالة والمساواة وتطبيق القانون على الكل بعدالة نرى أن ما يتم حاليا هو تهميش دور الحكومة تهميش دور؟ الحكومة من قبل الغالبية فدور الحكومة هي أن تكون مستقلة والفصل ما بين السلطات هي حق الحكومة من تقوم بدورها باستغلالية أما التدخل في شؤون الحكومة من قبل النواب الغالبية هو ما يعني يتسبب بالنهاية إلى يتدخلون في التعيينات يتقيب بالقياعدات نعم وهذا ما يعني نراقبه دور المجلس هي الرقابة ودورنا سوف يكون بالرقابة ونحن نرفض أي تدخلات من قبل الغالبية وكذلك يعني التدخل غير مبرر من قبل الغالبية في التعيينات والإقصاءات هي يعني ما يعني يكون هو مستهدف الحكومة أكدت على لسان وزير الإعلام بأنها هي مو مع موضوع الاستفاف وأن عدم وجود أي توجيهات للحكومة بالوقوف مع مثلا الأغلبية ضد الأقلية أو تهميش دور الأقلية يعني سمعت هذا التصريح ولكن أن أبيه أنا على ظهر الواقع أنا أبيه أن يكون واقعي هو تصريح واتحسه واقعي؟ طبعاً نحن نتكلم عن مجموعة وزارات وزير الإعلام قد يتكلم عن وزارته وإذا نجح ويتكلم باسم الحكومة ولكن إذا كان الأنصياع يعني متفرق بوزارة تختلف عن الوزارة الثانية يعني يهمني أن أراقب أداء الحكومة بشكل عام بكل الوزارات الشكل العام أنت تراها منحازة أنا أرى بشكل عام وأرى أكثر في بعض الوزارات أكثر من غيرها وأنا هنا لما أنا أقول أن سوف أختار أحد الوزراء وأنا أقصد أحد الوزراء الذين يقومون بالتجاوب والتعدي على الحقوق الموظفين وحقوق الشرعية بتطبيق العدالة وتطبيق اللوايح الداخلية سواء كانت بالتعيينات أو كانت بتغليد المناصب وهذا يعني إحنا ما نتكلم عنه طيب أنا قبل أن نتقل إلى موضوع الاستجوابات ونتكلم أكثر عن موضوع الاستجوابات كتلة الأقلية الآن أو نواب الأقلية البرلمانية هناك حديث كثير سمعناه في الفترة الأخيرة تسريبات في الصحافة أن هناك مساعي لتشكيل كتلة تضم أما جميع نواب الأقلية أو تضم بعض نواب الأقلية البرلمانية إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ طبعا كان هناك في محاور نقاش بهذا الموضوع ويمكن أننا متفقين في غالبية المواضيع ولا نحتاج إلى اصطفاف ولا نحتاج إلى تشكيل كتلة ومتى ما كان هناك فيه يعني قناعة كتب الأساس مصطفين نحن طبعا نحن مضطرين أن نكون نؤيد بعضنا فيما يتم تقديمه من قوانين رغبة رغبة بقوانين وهذا ما نتكلم عنه نحن عندنا مجموعة قوانين نعتبرها من الأولويات ونتقدم فيها بشكل جماعي ومقابل ما يتم تقديمه من عندهم ورح نحاول أن نكون عندنا تعاون فيما بيناتنا وإذا كان الكتلة سوف يستفز الآخرين ويعتقدون أننا أصطفاف أو أننا نشكل كتلة ومن ثم يكون مستهدفين جماعيا بعض النواب فضلوا عدم تشكيل الكتلة ولهذا السبب إحنا تروينا بعض الشيء واستركنا بعض المساحة وما زلنا في التفكير إلا أن إحنا قالبيتنا نشترك في أفكارنا ونشترك كذلك في ما شوفنا ورأينا عدم الإعلان عن كتلة ورأينا عدم الإعلان بتشكيل الكتلة الآن طيب خلينا الآن نتكلم أكثر حول موضوع الاستجوابات أنت أيضا أشرت لها قبل شوية بشكل سريع في طيات كلامك خلينا هنا استحضر تصريح لك في شهر مارس 2010 ذكرت فيه أنا ضد أي استجواب إلى ما بعد انقضاء سنة من عمر المجلس وبعد إشباعنا في استخدام أدواتنا الدستورية بالتدرج نحن نقول للحكومة أننا نمود يد التعاون وبعد سنة من عمر المجلس سنقول أننا انتهينا من الرقاوة وبدأنا باستخدام الأدوات الأخرى في 6 مارس 2012 تصريح للنائب عندنا المطوع تحدث فيه عن استجواب النائب الفاضل صالح حاشور لرئيس الحكومة الحالي استجواب النائب صالح حاشور لرئيس الوزراء مستحق وتوقيته جاء مناسبا في ظل عدم وجود تعاون حكومي مع النواب كافة وهو خوش استجواب وتوقيته مضبوط شاللي صار من 2010 إلى 2012 صار الاستجواب اليوم متأزيم بل صار توقيته مضبوط ومستحق بعد أن الحكومة ما صار لها شهاد طبعا نحن نتكلم عن برنامج عمل الحكومة ونتكلم ما يعني استمرارية العمل في البرنامج عمل الحكومة وإذا كان هذا البرنامج ينتقل من حكومة إلى أخرى والفرص التي أعطيت للحكومة السابقة هو في البرنامج بعمل الحكومة أن تثبت أن قدراتها بالإنجازات إلا أن نرى أن التعثر في البرنامج وعدم تقديم برنامج عمل واضح خصوصا يعني بعد مضي انتهت السنة ولم يكن هناك في برنامج عمل يتم تقديمه حتى يكون يعني العمل الرقابي يأدي واجبة إقصاء العمل الرقابي واستمرارية هذا الوضع أتصور أنه هو منتقل وهو منتقل من الحكومة السابقة إلى الحكومة الحالية برنامج العمل ما يعتمد على الحكومة الحالية غير ملزمة بأي تأخير صار من قبل الحكومة السابقة ما يخالف بس يعني نحن نتكلم أنه يكون البرنامج تم توزيعه وهو عمل مجموعة وزارات فالوزارات يجب أن تكون مهيئة وتكون جاهزة للعمل إذا كانت الوزارات غير مهيئة وفشلت بتنفيذ برنامج العمل السابق واستمراريته وحاليته الحالية وهو نفس البرنامج بس ما عطيتهم فرصة بو يوسف إيه ما يخالف بس هنا هل الوكلاء والموظفين اللي موجودين بالحكومة هل أنت تعتقد أن برنامج العمل يعتمد على رئيس مجلس الوزراء والوزراء الوزراء ورئيس مجلس الوزراء يعني يعتبرون جزء إداري أكثر من ما هو يعني لنقل سياسة الحكومة ومن ثم المسؤولية تقع على القيادات احنا كنا نعترض بالسابق على مجاميع القيادات اللي موجودة داخل الوزارة وما زالت هذه القيادات موجودة واحنا نقول إن رئيس مجلس الوزراء الحالي أخذ فترة طويلة بإعداد الوزارة واختيارها للوزراء بطريقة قد تكون جديدة عليهم أنهم يقومون في عملهم واستمرارية العمل كان يفترض أن استمرارية العمل تكون موجودة وآلية استمرارية العمل الحكومة جديدة هو مو ملزم بأي استمرارية بويوسف نتصير بالنسبة للحكومة السابقة الحكومة جديدة هو الآن مطلوب بأن يقدم وزراء وبرنامج عمل جديد للحكومة الحالية ليش حاول تلزمها بإرث الحكومة السابقة لا هي الخطة طويلة تلمدة ولا هي إن هي خطة طارئة نحن لا نفترض أن هناك خطة طارئة ولن يكون هناك خطة طارئة إلا أن لهذا السبب وجود برنامج عمل يفترض أن تكون الحكومة قادرة على التنفيذ بدون المجلس ما هي محتاجة للحكومة؟ ما تعتبر هذا استعجال منكم بويوسف؟ لا لأننا نحتاج إلى أن تكون قبل عطيت الحكومات السابقة أشهر وسنوات طويلة لتمجز لتقدم برنامجها لكن هذه الحكومة ما طاف عليها شهر وإنت قدمته أول استجواب أو طبعا النائب صالح عشر هو اللي قدم الاستجواب وقدمه لرئيس الحكومة وإنت اعتبرت هذا استجواب مستحق وقدمه في خمس محاور والخمس محاور هذه تتطلب موقف صار من الحكومة الحالية لماذا ما ارتأيته الانتظار؟ لا نرى أنه مستوجب أن الحكومة تثبت أنها تمسك هذه الملفات وتعمل فيها وعطوها فرصة أول شيء هي تعمل على الأقل ستة شهر تعمل الحكومة عليها أن تثبت أنها متقبلة هذه الاستجوابات ومتقبلة هذه المحاور وعلى دراية بأنها مسؤوليتها أن تبحث في هذه المحاور كون قبل كانت الاستجوابات لمن كانوا يقدمونها نواب الأقلية في ذاك الوقت في المجلس السابق استجواب وراء استجواب كنتوا تعتبرونها نوع من التأزيم استجوابات مستعجلة بعض الاستجوابات اللي قدمت بعد جلسة القسم في أحد المجالس كلا تعتبرون تأزيم الاستجوابات السابقة تستهدف للإطاحة بالحكومة نحن نستهدف بالاستجواب هذا وضع الحكومة على السكة الصحيحة ما عندنا القدرة أن نطيح بالحكومة إلا أننا عندنا القدرة لمراجعة برنامج عمل الحكومة وبرنامج عملها في المحاور المقدمة وهي المسؤولة عن هذه المحاور إذا كانت الحكومة تكون إجاباتها أنها هي على استعداد بالنظر لهذه الموضوع وبدأت وفعلاً هي بدأت بعد الاستجواب قامت بعمل مجموعة احتياطات للاستجواب وهذا هدفنا أن تكون الحكومة على دراية ما الهدف من هذا الاستجواب وما الغاية من هذا الاستجواب وتأييدك الاستجواب بالنظر صالح هاشور ما تعتبر أنت الهدف منه هو إطاحة سمو رئيس مجلس الوزراء أنت تعتبر هذا هذه تعتبرها أداة لوضع الحكومة على السكة الصحيحة نعم هذا اللي أنا قلته وهذا اللي أنا استهدفه وهذا ما يستهدف الأفصال العجل لا احنا ننطر لحتى نرى النتائج السلبية ألم تستجواب لا احنا غير مستعدين أن ننتظر إلى أن يطيح الفاس بالرأس ونرى النتائج السلبية قد بدأت احنا نقول حكومة الشيخ جابر المبارك أن عليك مسؤولية أن تقومين بالفصل ما بين السلطات وأن تقومين بأعمالك على خير وجه وإحنا رح نكون معينين لك هذه المحاور تهمنا أكثر من خيرها البعض يتهم الأقلية من خلال هذا الاستجواب والتلويح باستجوابات مقبلة بأنه هدف الأقلية الآن هو حل برلمان لا وبالتالي هي قاعدة تسارع الآن إلى تقديم استجوابات مبكرة لحل برلمان ولخبطة الأوراق هذا الخطأ بالتفسير طبعا كثير من الناس لما يقولون الاستجواب لتصحيح المسار فهو هذا لتصحيح المسار وكانت تعترضون على هالكلام ويوسف كبير لا كان أول للإطاحة لأنه كانت تكون المذكرة لعدم التعاون وكانت مجهزة وموقعة إحنا اليوم ما عندنا مذكرة جاهزة لعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء إحنا نقدم برنامج أمل ونتقدم بالمسائلة القانونية اللي تسمح لنا فيها يسمح لنا بالدستور الرقابة والتشريع هذا نوع من الرقابة أتترى نوع من الرقابة طبعا إحنا نعترى نوع من الرقابة خليني هنا استحضر أيضا ووضع القطار على السكة ووضع حكومة الشيخ جابر المبارك على السكة وهي ما أمداها أحملها ما أمداها الحكومة إحنا ما نجي حتى ننتظر أن تكون هناك في أخطاء وهذه البدايات هي الأهم إذا كانت البداية صحيحة إحنا سوف نكون نمد يد التعاون بس إذا كانت البداية بهذه المحاور اللي هي مبنية على إسقاط المجلس السابق لش ما تدرجته لش ما تدرجته ولش ما وجهته هذه الأسئلة إلى الوزراء المعنيين أنت نفسك جاوبت على أن أي شيء نقدمه إحنا بنأسئلة أو نقدمه بمحاور تحقيق كم إفشالها وإذا كنا نرغب بالتشكيل اللي كانت تحقيق كان فيه هناك أقصى فذلك مشاركتنا طبعا لأنه هي المحور الوحيد لا تقدرون تقدرون استجواب للوزير المعني ليش رئيس الوزراء لأنه هي مجموعة محاور إذا أنا كنت أبي أقدم أربع استجوابات على محور واحد خلينا أقدمه لرئيس مجلس الوزراء وهو مسؤول عن وزراء كلهم فهذه الاستجواب هذا في أربع محاور وتتشكل من أربع وزراء وكل وزير مسؤول عن جزئية منها طيب فهذا طبعا نقول أن حكومة شيخ جابر المبارك مسؤولة عن هذه المحاور ومسؤولة عن تطميننا نحن كنواب أقلية أن الأعمال اللي سوف تقوم فيها سوف تكون مرضية للجميع وبعدالة ومساواة وليس مثل مثل تكون في اختيارية معينة وفي أسباب فيها تمايز في شرائح المجتمع خلينا هنا أستحضر أيضا لك تصريح أيضا حول موضوع الاستجوابات أنت ذكرت المطلوب مما يسمع بالمعارضة سابقا والموالين والانبطاحيين حاليا أن يلتزموا بما كانوا يرددونه في المجلس السابق في آلية التعامل مع الاستجواب يعني يعني نتكلم عن السرية وعدم تحويلها أعلنوا مجموعة كبيرة من نواب أحدهم النائب صالح حاشور ذكر بأن الأغلبية النيابية الحالية تحترم كل الآراء وتؤمن بالاختلاف عكس ما كانت تقوم بها أغلبية الشيخ ناصر محمد لا نسفه ولا نستهزئ بأي استجواب بحق أي وزير في المجلس الحالي لا تأجيل ولا إحالة للاستجواب للتشريعية ولا للسرية كما كان يفعل نواب الرئيس في الفترة السابقة هم قاعد يقولون احنا لازلنا على العهد باقون هذا ممتاز هذا تصريح من قبلهم الحين تكون الحكومة هي صاحبة الشأن وليس النواب أما من يتقدم بالتأجيل والإحالة هي الحكومة وإذا كانت الحكومة الحين طلبت تأجيل لمدة أسبوعين فهذه بداية إذا كان الشيخ جابل المبارك هو من يقرر لنفسه فعليه أنه أول من يصر بس الأغلبية قاعد تؤكد أن احنا ما وقفنا لا زالت كما هي احنا نرفض اللاءات الثلاث احنا ما نتخاطب مع الغالبية ليش احنا نائم نتخاطب مع الغالبية وإحنا ما في تصريحك طالبت المعارضة سابقا واللي اسميتهم البطاحيين حاليا أن يلتزمون بما كان يرددونه في المجلس السابق في آلية التعاون مع الاستجواب أنا طالب وهم يلتزمون وهم التزمون خلص هذا يكفيني يبقى أني أسمع رج الحكومة اليوم أنا أخاطب الحكومة إذا كانت الغالبية هي من تعتقد أن الاستجوابات خليني يقعونها ويشربون ماء وهذا مثل يتكلمون مع الحكومة بطريقة أخرى كذلك أن هي كعش العنكبوت وأن هي يعني كشربة ماء فأما عندهم هذه القوة وهذه العنجهية مقابل الحكومة ويقصون نحن من حقنا من أداء أدواتنا الدستورية وهذا أداء دستورية نثبت لهم أننا إذا كنا كان غير إمكاننا أننا نحصل على غالبية بالتصويت فإحنا بإمكاننا بصوت واحد وغنائب واحد بإمكاننا أن يمارس حقها بالاستجواب وأن يساعل الحكومة إذا الحكومة طلبت تقديم سرية راح تصوت مع السرية إذا الحكومة طلبت تحويل الاستجواب بناب صالحة شورى للسرية أخ عمار إذا كانت الغالبية ترغب بشيء فهي سوف تفعله خلي الغالبية إذا كنت أنا أرقب بأن أدلي بصوتي وهو غير مؤثل فسوف أدلي بالطريقة اللي أنا أشوفها أنسب لي أنا فبتالي أنت ما أتخذ قرار فأنا لن أتخذ قرار ولن أتخذ قرار إلى أن أرى الوضع اللي داخل القاعة كما رأينا بالسابق فاحتمال يعني قد يكون توافق على السرية إذا كنت أوصل رسالة معينة سوف أوصلها بطريقة معينة طيب هي لإصال الرسالة وليس الهدف لقلب الغالب وبتالي أنت أنا ما أتخذ قرار في مسألة ولني أقدر أني أخذ قرار أني أغلب فيه الغالبية طيب أحد أهم محاور استجواب النائب صالح هاشور موضوع الإداعات المليونية الملفت بأن النائب صالح هاشور صوت على لجنة التحقيق اللي قدمتها للغالبية لكن النائب عدان المطوع صوت برفض لجنة التحقيق أنا طبعا أنا رفضت غالبية لجانة التحقيق لأن لو كان لي دور فيها وأن لي آخرين لهم دور كنت يعني كنت وافقت على لجانة التحقيق كلها سبب تقديم لجانة التحقيق بأسماء هي سبب آخر لرفضي لها وأنا أتصور أن لجانة التحقيق بهذا الكم العدد الهائل والكبير التي من تحت مسؤولية لجنة الأموال ومجموعة معينة أتصور أنها لن تستطيع أن تقوم بواجبها على خير وجه كان يفترض أن مشاركة نيابية من مجموعة أكبر وأن تشكل مجموعة اللجان وليس لجنة تأخذ كل الحق بالاستجوابات بالمسائلات فأنت كان عنك موقف شكل عام من لجانة التحقيق لهذا السبب أنا أرى أن صاحب الاستجواب نفسه هو وافق صاحب الاستجواب نفسه هو وافق على لجانة التحقيق وتحديدا في موضوع الإداعات لا على أي تأثير لو كان إيجابي أو سلبي تصويته مجرد لإيصال رسالة معينة أهو يقبل بلجانة التحقيق وكذلك يعطي نفس الحق بأن يكون هناك استجواب بهذا الموضوع ولهذا السبب أرى أن صالح عاشور لما يقدم استجواب يجب أن أوصلها بطريقتي وبنفسي ولا أن أقبل وإذا كانت الآخرين عندهم أجندة معينة ويرغبون بتحقيق هدف معين هذا شأنهم ولكن شأنه هو أن يصل رسالة ويصل رسالة اللي لديه مباشرة وبطريقته وعن ما لديهم المعلومات هذا حقه حق لأين؟ قبل ما أختم هذا المحوى تذكرت بأن هناك عدة استجوابات قادمة في المرحلة القادمة وأنك شخصياً راح تتقدم بأحد هذه الاستجوابات هل بالفعل عدنا المطوع راح يتقدم باستجواب ولمن؟ أنا راح أقدم استجوابي بعد ما أختار وبعد ما أراقب أنا عندي الرقابة أولاً سوف أقوم بأعمالي الرقابية وسوف أراقب أداء عمل كل وزير وسوف أوجه أسئلة مباشرة للوزراء المعنيين الذين يمكن قد يكونون هدف للاستجواب مالي في أكثر من وزير؟ طبعاً أنا ما أقدر أقوله أنت قلت لي أن الحكومة جديدة نعم الحكومة جديدة وسوف أتدرج بهذا التدرج سوف أقدم مجموعة أسئلة ومتى ما كان هناك خطأ سوف أقدم أسئلة أسئلة ومن ثم سوف أقارب هذه الردود ومن بعده سوف أقرر إذا كنت سوف أذهب إلى أبعد من الأسئلة لأني متأكد أني لو أني أذهب إلى تشكيل لجنة التعقيق لن أصل إلى الغاية اللي أنشدها ولهذا السبب أنا أكون سوف أقفز من الأسئلة إلى الاستجواب هو نفس مصار مع استجواب النائب صالح عاشور اللي مباشرتها الرئيس الوزراء وأنت أيدته أحترم وجهة نظر النائب صالح عاشور وأحترم كذلك نظرته بأن يكون رئيس مجلس الوزراء هو على المحك بأن يثبت بهذا الاستجواب بأنه سوف يحقق ما تم إثارته والتصريح فيه من قبل وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالنبارة خلينا نتقل الآن بشكل سريع إلى محور آخر أنت اتهمت رئاسة مجلس الأمة بعقد الصفقات بين الرئاسة وبعض المساومات اللي صارت وتحدث عن أن نكشف للجميع مخططهم الانتهازي بالتأثير على إرادة النواب في الاختيار والتصويت على الرئاسة ومحاولتهم لممارسة الإرهاب الفكري وتحدث تحديدا عن اتفاق صار بين الإسلاميين وبين الرئاسة للحصول على الرئاسة هذا ما تعتبر نوع من الاتهامات بعض اعتبرها نوع من التنسيق السياسي المشروع نحن لما نقول أن المجلس مخطط هي جملة مجموعة أشياء تثبت أن المجلس مخطط نحن لما نقول أن الرئاسة ومتب المجلس بالكامل يعني يشكل الغالبية فنحن بالنهاية نعترض على هذا التشكيل نحن لا نمنع أن تكون الرئاسة تتقلدها الغالبية ولكن أن تكون الرئاسة منحازة وعدم اعطاء فرص متساوية بالردود أو بالمعارضة هذا ذكرنا قبل شمي لكن موضوع الصفقات للوصول لرئاسة المجلس هل بالفعل كانت هناك صفقات؟ طبعا نحن إذا كانت المجالس السابقة والعمل المشترك السابق والكتلة التي أوصلت الرئيس إلى سدة الرئاسة هي غاية وهدف وكانت هدف لديهم تحقيق هذا الهدف كان سبق أدة إجراءات وهذه الإجراءات واضحة عند الشعب الكويتي كلها النزول للشارع آخرها اقتحام المجلس نهايتها ومن ثم الإدعاءات أو الوجوء التوجه إلى ما تم توجيهها من تهم على كثير من النواب وإلى مما سمت بقضية الإداعات ومن ثم إحال الإحالة إلى النيابة لمجموعة من النواب والأرقام التي أعلنت كذلك إعلاميا وكذلك يعني عدم الذهاب إلى المتسبب الأساسي وراء هذه المواضيع كلها خطوات تدل على أن هناك في مخطط وصفقة وموضوع الإعلام السوداء والجلسة وموضوع تعديل البلاغ المجلس راح أسمع منك الجواب ويوسف بعد الفاصل خالكم معنا تقدمنا بقدة اقتراحات بتشكيل لجان لم توفق وكذلك حاولنا أن نشارك في بعض اللجان لم نوفق وكان يعني نقاش جانبي كثير وأعطاء فرصة لكلام والاعتراض للمعارضة أكثر من ما يعني كان يسمح لنا حتى في نقطة نظام لم نعطى أي فرصة بأن نبدي عن وجهات نظرنا فكانت إدارة الجلسة جدا سيئة وحسينا أن الجلسة تدار من النواب اللي من النواب من تحت من تحت القاعة وليس من الرئاسة حاكم الله مشاهدين الكرام بيوسف موضوع فعديل بلاغ مكتب المجلس أيضا أثار لغط كبير جدا خلينا استحضر هنا تصريح لنائب خالد السلطان نائب رئيس مجلس الأمة ذكر بأن حديثه حول موضوع الاقتحام بأن المجلس الجديد هو المجلس الحالي سيبدأ صفحة جديدة من أجل الكوت من خلال تعديل هذا البلاغ وما قاعد يقولون نحن نفتح صفحة جديدة من خلال خطوتنا اللي أقدمنا عليها تعديل بلاغ المكتب مكتب المجلس السابق لكن ثارت ثائرة الأقلية ورفعتها والأعلام السوداء ليش؟ يعني هي مو من حق أي إن كان أن يعد البلاغ في جريمة واضحة في وضح النهار منقولة تلفزيونيا وإعلاميا والكل يعني شاهد طريقة الاقتحام والأسلوب اللي تتبع بهذا الاقتحام والشدة والعنجهية اللي كانت تتصده لرجال الأمن والتعرض لرجال الأمن وكسر باب القاعة والدخول لها عنوة والرقص والهرج والمرج اللي دار داخل القاعة هذا يعني إثبات على أن الاقتحام لم يكن كما يدعي الباقية أنهم ينون في طي صفحة الماضي وهذا حق قانوني يعني يجب عدم التدخل في شؤون القضائية ثم استشاروا مجموعة من المستشارين القانونيين والدستوريين وبناء على يقدموا على هذه الخطوة لهذا السبب أرى من لديه معلومات يجب التقدم فيها بهذه المرحلة إلى النيابة أو إلى القضاء العادل اللي نحن تكون هو الملجأ الأخير وما دام الموضوع هذا موجود لدي القضاء وتم رفع الأدلة الجنائية أو الأدلة الإثباتية من قبل النيابة ومن ثم يعني يعتبر هذا الموضوع تم فصلة من المجلس إلى النيابة والقضاء هو الملجأ الأخير لهذا الموضوع أنا شاهد مال الكلام وني أرجع مرة ثاني أستحضر قضية حادثة الاقتحام بقدر ما شاهد مالي موقفكم وأصراركم على وضع أعلام سوداء والجلسة ما كتملت وكان هناك تهديد بتطبيق اللائح عليكم ليش أسريته على موضوع الإعلام السوداء طبعاً لما نتكلم أول بعض اسمها بالرايات السود هذا خطأ هذا تسمية خاطئة يعني مقصود منها أشياء طائفية يعني مضللة نحن نتكلم عن أعلام أنتم محاول لكم أهداف طائفية من قبل غفع هذه الإعلام وشهادة يعني على ذلك أن هذا القرار اتخذ بشكل جماعي وكان يعني مقدم الاقتراح الأخ نبيل الفضل وكانت يعني نتكلم عن طريقة بالتعبير عن رفضنا لتغيير البلاء يوم الأثنين الأسود وكذلك اللي هو يلحق يوم الأربعاء الأسود وهذه التسمية أتت من سموه الأمير نحن لما نقول أن اللون الأسود هو معبر عن لون الأربعاء الأسود وتعبيراً عن ذلك كان يفترض أن يعني نكون نرفض ما تم التقدم به من المجلس بتغيير البلاء لهذا السبب نعم طالبوكم برفع الأعلام ليش ما رفعتوا الأعلام وكان الهدف خلاص وصلتوا رسالة حطيتوا الأعلام ويعني صار هناك نوع من اللغة وأزلتوا الأعلام ليش الإصرار على وضع الأعلام بداية يعني كان الطلب تقدم من أثنين من المعارضة وبعد يعني تقديمهم معلومات خاطئة عن وضع الأعلام وعدم درايتهم لماذا هذه الأعلام وما هي مسبباتها وصلوا رسالة خاطئة للتصويت وكان يعني يفترض أن يعطى أثنين بأثنين وأنا أحد المتقدمين لأن أكون أرد على أحد الردود اللي تقدم فيها أحد الأخوان وذكر بعض التشبيهات لهذه الأعلام لعدم أعطائنا الفرصة مثل ما قلت لك أصرينا أن نجاوب أنا كنت من المصرين على أن يكون هناك استيضاح على ماذا يتم التصويت فإذا كان التصويت برفع الأعلام قبل التوضيح وكان هناك يعني الإضاحات كانت مغايرة للحقيقة ولهذا يعني كان من حقنا أو من واجبنا أن نوضح لماذا هذه الأعلام حتى يتم التصويت عليها عدم أعطائنا الفرصة هي يعني خلل بإدارة الجلسة تهمتوا بينكم أنتوا اللي كنتوا تسعون من خلال رفعكم لهذه الأعلام السوداء إلى تخريب الجلسة لإفشال الجلسة لا نعبر عن موقف برفضنا لتغيير البلاء ليش ما انسحبتهم؟ يعني هما يحجونكم بأن كانت هناك عندهم بعض الملاحظات والاعتراضات من خلال المجلس في المجلس السابق لكن بكل هدوء هما انسحبوا من الجلسة بدون إثارة أي إشكال أنتوا أصريتوا على رفع هذه الأعلام بطريقة حسب وصف بعض النواب كانت استفزازية وكان الهدف منها مبيت لإفشال هذه الجلسة نحن نقول أن حقنا بالكلام داخل قبة عبدالله السالم هو حق لكل نائب أن يبدي ما يعني يفكر فيه أو أن حق أن يرج وأن يوضح موضوع المال وعدم إعطائنا فرصة الكلام هي السبب أن احنا كنا مصررين أن نكون لنا دور بالإضاحات هذه وإذا أنت تراجع الجلسة وترى أن من قام وتقدم بالكلام أثنين من المعارضة وإحنا حاولنا أن نبين وجهة نظرنا لماذا أحضرنا الكلام ولم نعطى هذا الدور ولم نعطى فرصة الرد يقال بأنكم تراجعته عن وضوع رفع الأعلام في الجلسة الثانية إثباتاً كالأربعة لا البعض يقول أنه كانت نوع من الخوف أو الخشية بعد ما هددوا نواب كتلة الأغلبية بطرد بعض نواب الأقلية وتفعيل إلى أحد داخلية إذا استمروا في وضع الأعلام لا أحنا من البداية عندنا حسن النية ولا يعني نعتقد أن فرض الرأي بالقوة والعنجهية تصل إلى موضوع معين إحنا يعني لا نقبل بأن يكون هناك في تعصب في وجهات النظر ولا نقبل بإملاءات من الآخرين وحسن النية موجود لنا والغاية لم تكن يعني تعقيل الجلسة ويأسفني يعني هذا التفسير ودائماً التبرير بسوء النية أو بموضوع طائفي دائماً يكون هناك في تغيير للموقف أو تفسير للموقف والموقف بالعكس إحنا يعني نعبر عن موقف القالبية تتوقع أن عندهم الحق؟ ولا يوجد باللائحة أي موضوع يمنع إخراج النواب من المجلس؟ لا إذا طبعاً تتدرج فيها هناك في تدرج في هذا الموضوع ولا يستطيع أحد أن يعني يخرج أي نائب من القاعة إلا في تقديم تدرج والتدرج الأول هي لف نظر لمدة ثلاث مرات يعني أو المنع من الكلام أو حتى يعني حتى تحتاج إلى تصويت أغالبية أعضاء مجلس الأم فأنت تعتبر لبسكم للوشاح كان نوع من أنواع حسن النية من قبلكم وإن هدفكم هو تأزيم نحن هدفنا غير تأزيمي طبعاً وأن نعبر عن نفسنا بطرق أخرى إذا كان منعنا من الكلام بالجلسة الأولى للتبرير أو للتعديم الاستفسارات التي كنا نتوقع أن تطرح فهذا يعني من حقنا أن نقدم التبريرات لماذا قررنا أن نحط الأعلام السوداء ويؤسفني أن أنت سميتها بالرايات السوداء وهذا أحد الجرائد من قام بتسميتها أنا ما سميتها أحد النواب هو الذي ذكر بأن هذه الرايات السود هي استمرار لحزن وكآبة البعض بسبب سقوط رئيس الوزراء السابق وهل ستبقى الرايات إلى أن يعود رئيسهم المنتظر هذا تصريح أحد النواب وهذا تصريح استفزازي وغير مقبول ويأسفني أن يكون التصريحات استفزازية وطائفية بهذا الشكل نحن لا نقبل هذه الاستفزازات وإذا كان هذا أسلوب الكلام ومطلوب من عندنا أن نواجه بنفس الأسلوب فنضع نزيد الزيت على النار إلا أننا لا نقبل بهذا والمجتمع الكويتي لا يقبل هذه التصريحات المغايرة الاستفزازية الطائفية المشينة التي تسيء إلى سمعة الكويت ومجتمع الكويتي المجتمع الكويتي مترابط متماسك ولا يقبل بهذا الطرح الطائفي الاستفزازي الذي يكون من وراء غايات مختلفة حتى كلمات بعض الكلمات الموضوعة بهذا التصريح هي استفزازية وطائفية ودينية وتعبر عن نفس طائفي بغيظ وتكن في نفس هذا الشخص اللي قدم هذا التصريح أن يراجع نفسه ويراجع نفسيته ويراجع الأطبة حتى يعني يكون يصل إلى غايته بدون استفزاز وإذا كانت حسن النية موجودة يفترض أن يكون المسلم يفترض بأخيه المسلم حسن النية ألف مرة قبل أن يذهب إلى هذا التصريح وهذه سوء النية نحن لا نقصد سياعة سوء النية وإثباتا على ذلك خيرنا الأعلام السوداء إلى وشاحات والوشاحات يعني إذا كانت مستخدمة بالسابق ولم نعترض إحنا بالسابق على لبس وشاحات أو وضع صوت وكانت مكررة أكثر من مرة أن تم التعبير عن مواقف معينة حتى في وضع الأقلية لم يكن هناك اعتراض ومرت مرور الكرام كان يفترض من الزملاء الغالبية أن يتقبلون هذا الموضوع بصد الراحل وأن لا يتم إثارته بهذه الطريقة الاستفادة خلينا نضع نقطة على موضوع الإعلام السوداء وننتقل إلى أيضا قضية أخرى أثارت جدل واسع داخل البرلمان موضوع مناقشة الوضع السوري أنت شخصيا رفض توصية مجلس الأمة الخاص بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري ليش رفض التوصية؟ يعني أنا أرفض التسليح أولا الكويت دولة آمنة مستقرة لا تسيادة لا نقبل التدخل في شؤون الداخلية للكويت من أي جهة كانت ولا نقبل أن نكون مشاركين في التدخل في شؤون دول آخر أخرى مما قد يعرض لكويت والمواطنين الكويتيين والممتلكات الكويتية والاستثمارات الكويتية كما هي حصلت الآن وكما يحصل الآن أن كثير من الاستثمارات والأملاك الكويتية تم التعرض لها باستقصاد وهذا يعني هي سبب تدخلنا الغير مبرد بهذا الشكل وبهذه الطريقة المغايرة طبعا إذا كان هذا التدخل لأسباب معنية أو لأسباب حزبية والكتل سياسية طبعا هم يؤكدون أن هي أسباب إنسانية وليس أسباب سياسية وحزبية يعني نحن نتكلم عن المواضيع الإنسانية ونثبت ونقف عند المواضيع الإنسانية الكويت يعني جبلت ومن طول عمرها تقدم المساعدات الإنسانية المساعدات الإنسانية تقدم بصور القيام والأغذية والأدوية ومعالجة المرضى وكذلك التوسط لعملية الصلح والسلام أما التدخل بتموين بتسليح جهة معينة وأمدادها بالسلاح والمال فرفضك هذا هو من باب الاعتراض على جزئية التسليح جزئية التسليح طبعا وكذلك التدخل بالشؤون الداخلية طيب هذا موضوع التدخل في الشؤون الداخلية خليني أيضا أنتقل من هذا الموضوع إلى موضوع آخر أنت قاعد يعني تستكثر على بعض النواب أنهم قاعد يدخلون في شؤون الداخلية لدول أخرى وهم أيضا في المقابل قاعد يستكثرون عليكم أنكم أيضا أنتوا من خلال زجكم لبعض المواضيع قاعدين تحاولون تدخلون في شؤون الداخلية لدول أخرى وعلى سبيل المثال الخلاف اللي صار بين الإمارات وبين مجموعة الإخوان المسلمين تقدمتوا بطلب لمناقشة هذا الموضوع على الرغم من أن يعني ردوا عليكم وقالوا بأن هذا الموضوع تمحله بشكل ودي بين الإمارات وبين جماعة الإخوان المسلمين لكن أنتوا أصريتوا على نقاش هذا الموضوع داخل البرلمان أحد النواب رد قال بأن هناك من يريدون إثارة القلاقل عن حول موضوع بسيط منشور في تويتر لأحد المسؤولين في الإمارات ورد لأحد المنتسبين إلى جماعة معينة موضوع بسيط أنتوا حاولتوا الضخمون وتدخلون في شؤون دولة أخرى وتسوون من الحبة قبرة من الواضح أن تبسيط الأمور بهذا الشكل يعني أعطاء عدم الأهمية وإذا نتكلم عن تدخل خارجي فنرفض التدخل الخارجي وإذا كان هذا التدخل من الخارج في شؤون الإمارات فنرفض التدخل في شؤون الإمارات وهذا ما نقصده بالضبط احنا لا نقبل التدخل في شؤون الآخرين أما أن يكون هناك في تدخل في شؤوننا وشؤون الإمارات دول مجلس التعاون احنا نرفضه وإذا كان هذا التدخل من الأخوان المسلمين وما يدعونا برفض الإمارات بالتدخل بشؤونها من تجمع سياسي حتى أنه ليس دولة وهذا يعني من حق الإمارات أن ترفض هذا التدخل وأنها تعبر عن أنها سوف تقاضي من يتدخل في شؤونها وكذلك يعني حتى بالكويت في السابق قمنا بإبعاد مجموعة متظاهرين من الأخوان المصريين عن الكويت لما انتظاهروا شون تفسر رفض المجلس لمناقشة موضوع الإمارات أن هناك فيه تمايز بالتعامل وأنهم تبعية بعض الأخوان وبعض النواب إلى التجمعات والكتل السياسية الخارجية هي حماية أو دفاع مستميت عن هذه التجمعات السياسية الدينية وقبولها بهذا التدخل يعني يعتبر علامة استفهام كبيرة أن منه الأهم هل هي هذه التجمعات السياسية الدينية أهم أم دولة الإمارات هي الأهم وهي الأولى بأن يكون هناك فيه دفاع ووقوف في جانب دولة الإمارات وبالتالي هدفكم ما كان إثارة القلاقة لهدفكم لا طبعا نحن لجب أن نضع النقاط على الحروف الأولى هي الدفاع عن الإمارات والأولى هي أن منع التدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية والعكس هو يعني ما يثار إذا كانت الكويت تتدخل في شؤون الدول الخارجية هو هذا عكس ما نناشده أننا نرفض التدخل في شؤون الدول الخارجية حتى لا تتدخل الدول الخارجية في شؤون داخل وإذا كانت هناك فيه طبعا مخالفات قانونية لبعض الجاليات داخل الدول في كسر القوانين فعلى الدولة أن تأخذ إجراءاتها المعينة وفق القانون طبعا وفق القانون وإحنا كذلك بازلنا نعيب يعني كذلك على حكومتنا أو المطالب التي يعني تطالب بمن اقتحم السفارة السورية بأن يكون الإعفاء عنه وعدم تسفيره ويعني والسماح له بجلب عائلاته فهذه مكافأة هل نحن نقدم المكافأات الموضوع لا زال الآن في النيابة موضوع لتحموا السفارة السورية لهذه الأسباب نحن نقول خلنا نكون يعني نحترم القوانين الكويتية ونطبق القوانين الكويتية على من يتعدى على هذه القوانين وحتى يعني هذا يكون يطبق بعدالة على كل الإجراءات وفق القانون وفق القانون وبعدالة وعلى الجميع ولنا سوابق بذلك يعني شمعنا نحن نتكلم عن موقف سابق بطريقة معينة والحين نتكلم عنه بطريقة مغايرة موضوع اسلمة القوانين وموضوع الجوجي الجنسية رأي أسمع منك الجواب بعد الفاصل على المنصة خلكم معنا شنو الحراك السياسي للنواب بماذا يفكر النواب يفكرون بمصالح آنية ومصالح شخصية ومصالح تجمعات سياسية تنربط أي نعم مربوطة مع الخارج إذا نتكلم عن ربيع عربي ونتكلم عن ارتباطات خارجية فهذا الربيع العربي لا علاقة مع إيران هذا الربيع العربي لا علاقة في منطقة الخليج هذا الربيع العربي تم تموينه من الخليج إلى الخارج واليوم امتداده إلى الخليج قيلت في هذه السنة أكثر مما قيلت في 25 سنة ماضية هذه السنة الحين اليوم نسمع في هذا التراشر ورأينا أنه هي خطة منظمة فعلا تغير النسيج الاجتماعي لكويتي تغيرت التركيبة السكانية واليوم احنا حريصين على أن نكون أو لا نكون احنا حريصين أن يكون لدينا دولة قانون ومؤسسات أو أن يكون دستور وسوف يهجم على الدستور وهناك من يصرح من يهمه أن تغيير المادة الثانية المادة الثانية أخطر ما في الدستور ونحن نرفض تغييرها احنا نقول تعديل الدستور لمزيد من الحقيقة موسيقى مرحبا مشاهدين الكرام في الفاصل الأخير ويوسف موضوع أسلمة القوانين قانون الحشمة منع الوشم وما إلى ذلك موضوع تعديل المادة 79 اللي راح تقدم كتلة العدالة أسلمة القوانين هل تعتقد أن هذا الموضوع الآن بات مستحق كما يدعون بعض النواب؟ طبعا هذا يعني احنا نتكلم عن دولة الكويت والدولة المدنية ودولة المؤسسات والقوانين والدستور هو نفسه من يعني يحدد يعني يعطي صلاحيات التغيير بمزيد من الحرية يعني أرى أن هذا الموضوع ما يخص مجموعة معينة ترغب أو لا ترغب إنما هو يخص الكويت كلها وأهل الكويت كلهم وأهل الكويت يعني يتكون من قبائل وعشائر وطوائف وفيها ونواب مثلونهم داخل البرلم ونقاي عبرون عنهم بالنهاية يعني احنا نقول أن الحفاظ على النسيج الاجتماعي الكويتي والمكتسبات الكويتية والميزة الكويتية لا تتقبل هذه التغييرات المفاجئة حتى لا يكون هناك أقصاء للقليات واحتراما لنهج الأقليات وحرية التعبير والحرية الشخصية والبروج بالكويت كما كانت بالسابق إنه يكون هناك فيه بروج وإبداع شخصي للفرد نفس تعتقد هذا أسلمت القوانين ضد ثقافة التسامح؟ ضد ثقافة التسامح وكذلك ضد الإبداع الشخصي وحرية البحث والإبداع وكذلك إحنا الكويت أبدعنا بكثير من المجالات متى ما تم تطبيق هذه القوانين سوف لن تكون الكويت صالحة أن تكون مركز مالي وتجاري وثقافي سوف تتعارض أنت شخصيا راح تعارض هالتعديلات أنا طبعا أرفض لأن إذا كنا لدينا خطة مرسومة من صاحب السبون بأن تكون الكويت مركز مالي واقتصادي بأن تنقل الاستثمارات الخارجية والتكنولوجيا الخارجية إلى الكويت فعلينا أن تكون الكويت مفتوحة لجميع الطوائف وكذلك تكون الكويت قابلة باستقبال جميع شرائح المجتمع والعالم واليوم الكويت يعني مو بس الكويت العالم كله يتغير بمجال التوسع والانفتاح وبالتالي هذه القوانين تعتبرها نوع من الانغلاق أكثر عن الكويت سوف تسبب يعني انغلاق وعدم رغبة وهروب المستثمر وكذلك حتى لن تكون الكويت أرض قابلة للسياحة لأن الكويت ليس فيها معالم دينية يعني أننا نكون تكلم عن دولة المملكة العربية السعودية المدينة ومكة فلها فيها معالم دينية ما بيدخل في تفصيل أكثر من يوسف بس أنت قاعد تؤكد بأنك أنت ضد تعديل أو أسلمت هذه القوانين بشكل اللي يجعل هنا تعتمد على التجارة بالأساس يعني وهذه تتطلب لك البضايع وأشخاص خلينا ننتقل إلى موضوع آخر أيضا أنت تحدثت عنه خلال ندواتك الانتخابية ووعت بأنك راح تثير هذا الموضوع في حال وصولك إلى قبة البرلمان موضوع مزدوجي الجنسية ورح تفتح ذكرت أنك راح تفتح هذا الملف حالا مصرعي هل بالفعل راح تتطرق إلى موضوع ملف مزدوجي الجنسية ورح تفتح هذا الموضوع ولا هي كانت مجرد وعود انتخابية لا هي طبعا هذا الملف مستحق والمسؤول عنه وزير الداخلية وكان يفترض أن يكون هناك في متابعة وكانت هناك في متابعة جزئية من الشيخ جابر المبارك في جابر الخالد في ذاك الوقت وزير الداخلية لأن أحمد الحمود توقف في هذا الموضوع وهذا الملف نتكلم عن أعداد كبيرة لحد الآن تقدر بربع المليون من المزدوجين ورأينا تأثيرها في الانتخابات والولاء للوطن شو تقصد رأينا تأثيرها بالانتخابات؟ يعني دخول أعداد كبيرة في وقت الانتخابات للتصويت لمجرد التصويت لاختيار نوابني وتوسط يعني في تمييز في تطبيق القوانين لا تطبق هذا القانون حتى لا تشق الوحدة الوطنية ومن يدعي ذلك؟ هل هو يعني حريص على تطبيق القانون وعنده قناعة أن المزدوجية مقبولة قانونا وتقبل أن يكون هناك فيه تزوير في ملفات الجنسية؟ وهل يقبل هذا الشخص أن يكون هناك فيه تزوير بالنسب؟ وهل يمنعنا أن نحقق بإذا كانت هذه التزويرات والتزوير بالنسب والولاء وتعدد الأسماء والهوية والأعمار؟ هل يقبل أي شخص أن يكون هناك إسمين يدعون بنفس الشخص؟ نواب قال راح يتقدم باقتراح للسماح لازدواجية الجنسية وأنه يعتبر هذا نوع من الأنواع لراح تساهم إجابا لصالح الاقتصاد الكويتي؟ لا هو طبعا هذا يعبر عن ما يجوله في خلدة ويعتقد أن هذا سوف يحقق أهداف الشخصية أهوة إلا أن إحنا إذا نتكلم عن كونفدرالية خليجية أول ما نتكلم عن توحيد الهوية وأنه يكون هناك جواز واحد وهوية واحدة ماذا سوف يحدث إذا كان هناك فيه كونفدرالية واتفاق على إلغاء الحدود واستلام أن يكون لنا هدية مشتركة خليجية؟ هل يعتقد هذا الشخص المزدوج أنه سوف يكون في منأة وبعد عن أنه يكون هو شخصية مزورة وأنه يحمل هويتين وأسمين مختلفين وعمرين مختلفين؟ أصبعا إذا صارت من فدرالية أو التعليم وهل نقبل بالتزوير بالنسب؟ وهل التزوير بالنسب هذا شيء مقبول عند الأخ اللي يعني طلب ازدواجية الجنسية؟ وهل يعني أنه يكون هناك فيه جنسيات أو من حصل على الجنسية بدون أن يكون لديه ملف يقبل هذا الشيء؟ وهل إضافة أسماء إلى ملفات عوائل كويتية هذا مقبول؟ نحن لما نقول فتح هذا الملف على مصرعي نفتحها للتحقيق في عدة أشياء التزوير وتأكد أنك أنت تؤكد بأنك أنت راح تفتح هذا الموضوع راح تفتح هذا الموضوع في المقادل من الأيام؟ نعم وسوف نحقق في هذا الموضوع وهذا الموضوع لن يغلق وسوف يكون موضوع شعبي ويتداول المجتمع الكويتي ومسؤولي تتقع على وزير الداخلية ولن يعفى عن هذه المسؤولية وتطبيق القانون على كل القوانين أنا لا أتكلم عن قانون معين إلا أن هذا القانون أكثر أهمية لأن هناك من يستفيد من ثروات الكويت وهو لا يستفيد تعتبر موضوع مهم جدا طبعا وأعتبر أنه هو سبب من أسباب التأزيم والأسباب وكذلك يعني العبث في أموال الدولة طيب أرى الوقت انتهى سؤالي الأخير لك ويوسف في يناير 2012 خلال مشاركتك في أحدى الندوات الانتخابية ذكرت أو اتهمت النواب بالتدخل في الخارج المؤزمين من النواب في ثورات الربيع العربي كانوا ظلعا أساسيا في تأجيجها من خلال إرسال أموال الكويت عبر جمعيات تتبع لهم في مصر وليبيا وسوريا واليمن بهدف الإطاحة بالحكومات هل الكويت بمنأة عن الربيع العربي وهل هناك من يسعى لجلب الربيع العربي إلى الكويت طبعا نحن نتكلم بهذا هذه حقائق يعني مثبوتة ومدموغة وتم تداولها علاميا بالمحطات المصرية وتم حالة هذه القضايا إلى إلا النيابة للتحقيق فيها والمبالغ يعني معلنة بالإعلام وجميع الإعلام يعلم يعني هذه الأموال أتت والتهم هذه وجهت إلى تجمعات طبعا والتهم هذه وجهت إلى دولة الكويت ودولة قطر وبالأخص تم توجيهها إلى بعض التجمعات العمل المدني اللي يفترض فيها أن تكون تعمل بأعمال الخير والمساهمة بأعمال الخير وأهل الكويت يعني يقدمون المساعدات لمساعدة الضعفاء في الدول الخارجية ويجب أن تذهب هذه الأموال في القونوات اللي يعني في هذه التبرعات اللي خصصت لهذا الغد انتهى الوقت عضو مسلم ونا بعدنا نطوأ كل الشكر لك على حضورك إلى المنصة وتحملتنا من خلال الأسئلات اللي فرحناها عليك على أمل إن شاء الله نلتقي معك في علاقات قادمة إن شاء الله شاهدين الكرام وعدنا معكم يوم السبت القادم ساعة عشر شكرا للمشاهدة